الطاقة والماء عناصر رئيسية لحياتنا وازدهارنا فهي جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي نصب إليها لذا يجب علينا المحافظة عليها والاستثمار فيها إن تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام مواد البناء الحديثة بالإضافة لإستخدام الطاقة المتجددة من شأنها توفير الفرصة لكافة القطاعات للاستفادة من الطاقة والماء بكلفة أقل أدعو الجميع من المواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة والشركات والمؤسسات الحكومية للاشتراك في هذه المبادرة للحفاظ على الطاقة والماء لصنع غد أفضل رسل كيمة، a key player in the emergence of UAE as a global business destination is today witnessing remarkable urban development and making an efficient use of energy and water resources is key to supporting this vast economic growth focused towards a sustainable future رسل كيما has introduced the Energy Efficiency and Renewable Energy Strategy 2040. The strategy comprises nine programs and targets 30% energy savings, 20% water savings, and 20% contribution from renewable energy by 2040. The Green Building Regulations Program, driven by رسل كيما municipality, is the most important program of the strategy, contributing the largest share of energy and water savings. Recognizing the value of efficiency in traditional buildings of the region, the regulations are named Barjeel. Barjeel will result in efficient and healthy new buildings, which will consume 30% less energy and water, with minimal impact on construction costs, leading to strong savings over the building lifetime. تم إقرار برنامج Barjeel, الذي هو عبارة عن أنظمة وقوانين للمباني الخضراء, والذي تضمن الاستدامة والتنافسية لجميع المباني على مستوى الإمارة. ويعتبر مشروع Barjeel من أهم الركاز الأساسية لإستراتيجية 2040 لإمارة راسل خيمة. وأننا في بلدية راسل خيمة نحث جميع المواطنين والمقيمين والمستثمرين بالاستفادة من برنامج Barjeel لما يهدف في قطاع الإنشاءات والأعمال وذلك لمصلحتهم والمصلحة العامة لإمارة راسل خيمة. ويأتي مشروع لائحة مواصفات المباني الخضراء كأحد أهم هذه المشاريع. قام فريق عمل المشروع بعمل عديد من المهام الخاصة بالمشروع لأهمها هو مرحلة استشارة المتخصصين في هذا المجال للوقوف على ملاحظاتهم وآرائهم حيث تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع المختصين من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتقدموا الوقوف في هذه اللقاءات على ملاحظاتهم وآرائهم والتي كان لها كبير الأثر في إعداد هذه اللائحة. تم مراعاة أن تكون هذه الاشتراطات سهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات وذلك لضمان نجاح تطبيقها حيث تهدف هذه الاشتراطات إلى تقليل استهلاك الكهرباء والماء في المباني الجديدة المرخصة في إمارة رأس الخيمة بالنسبة تصل إلى تراثين في الماء. هذا القانون يحدث إلى ارتقاء بمستوى المعيشة في إمارة رأس الخيمة بشكل عام. حيث أنه ينكرس ممارسات ومعايير مخاصة بالمماني تعمل على رفع كفاءة المبنى وتخبيض استهلاك الطاقة والمياه واستخدام مواد صديقة للبيئة عند البناء واستغلال للطاقة المديلة والمتجدية. نحن في شركة رأس الخيمة الأقارية على تم الاستعداد لتطبيق هذا القانون في مشاريعنا كجزء من التزام الشركة اتجاه مستفررية الكرام. المنزلات الأولية هي عجلة الأولى الثانية في المستقبلة القانون بعد أن تراغ المال. المنزلات في المنزلات تقليل في المنزلات الأولية. برجيل يتوقع من المنزلات لتعبير المنزلات على أفضل المنزلات while also supporting the positioning of Ras al-Khaimah as a tourism destination that cares about the environment. In line with the UAE's vision for sustainability, Barjil aims to create sustainable buildings and communities in Ras al-Khaimah. Thus paving the way for a greener, better and happier tomorrow.